السلام عليكم ورحمة الله لا شك ان العداوة بين إبليس والبشر قائمة منذ آدم عليه السلام وإلى خيام الساعة وحنلاقي جميع الحضارات الإنسانية قديما وحديثا تحدثت عن تلك العداوة فهي من المسلمات ولم يدعنا الحق سبحانه وتعالى بمفردنا في مواجهة إبليس وأعوانه وأرشدنا إلى الطريق وأنزل قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما المثبت لكم هو الشيطان المراد بالشيطان في الآية الكريمة إبليس جاءكم يخوفكم أنصاره وأتباعه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة ولا يخوف الشيطان إلا المشركين والمنافقين وضعاف الإيمان أما عباد الله المخلصين والمؤمنين ليس للشيطان عليهم من سلطان يعني مدى الخوف من الشيطان مرتبط بمدى قوة الإيمان وإحنا كلنا عارفين أن الشيطان كان يفر من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسلق طريقا غير طريقه فلا تخاف الشيطان وأولياء الشيطان من المشركين والمنافقين وضعاف الإيمان وده بساطة لأنهم مخلوقين دعفاء لا يناصر لهم ونواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره ولنا هنا وقفة بخصوص الخوف من المخلوق كائنا من كان هناك نوعين من الخوف من المخلوق لا بد أن نفرق بينهما أو النوع من الخوف وهو المعني في الآية الكريمة هو خوف من المخلوق يحمل على فعل المعصية أو ترك الواجب كالجهاد وهو منهي عنه أما النوع الثاني من الخوف فهو الخوف الفطري الطبيعي الذي قد يصيب الإنسان أحيانا وهذا لا حرج فيه إن لم يؤدي إلى فعل معصية أو ترك واجب وخافوني بالإخبار على طاعتي إن كنتم مصدقين به ومتبعين رسولي فأنا كافيكم وناصركم عليهم بالطبع كلنا بنخاف من ربنا لكن يجب أن يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى خوفا حقيقيا خوف يدفعنا إلى آداء الفرائد وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والإخلاص له وحده في كل عمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس آخر نقطة حابب أتكلم فيها إزاي نقدر نتغلب على خفنة من الشيطان وأعوانه المنهية عنه في الآية الكريمة يجب أولا أن نوقن أن الله على كل شيء قدير وأن الله عز وجل أعظم من أي مخلوق كائنا من كان قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا أما تاني شيء لازم نواجه المشكلة طالما أن نخاف من الشيطان وأعوانه الخوف المذكور في الآية الكريمة فهناك مشكلة وهي ضعف الإيمان وده بساطة لأن المؤمن صادق الإيمان المحافظ على الصلاوات في جماعة وعلى أذكار الصباح والمساء هو بعيد عن المعاصي والشيطان يخاف منه ومهما كانت قوة الشيطان سيتبخر فور سماعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستطيع الشيطان مهما كانت قوته أن يستمع إلى الآذان وعلينا دائما أن لا نغفل عن ذكر الله وقراءة سورة البكرة وأذكار النوم ومن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لم يذل عليه من الله حافظ حتى يصبح أما إذا كان الخوف خوف المرضي فلا بد لنا من الأخذ بالأسباب وبالعلاج المعدل في منتهى البساطة قوي إيمانك واستعن بالله وسيفر منك الشيطان وأعوانه جزاكم الله خيرا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وخافوا جزاكم على الآذان حينيون ؟ حينيون إيمانك واستعن اللاد